أنفاق حماس العقدة الأصعب أمام الجيش الإسرائيلي كما يرى محللون فحماس على مدى سنوات كانت تبني الأنفاق لتؤوي قادتها ومقاتلها وتحميهم وفق Financial Times الصحيفة قالت إن شبكة أنفاق حماس أكبر من شبكة قطارات أنفاق لندن وأنها نجحت حتى الآن في حماية معظم قادة حماس من الهجمات الإسرائيلية مسؤول إسرائيلي سابق شبه أنفاق حماس بمدن تحت الأرض موضحا للصحيفة أن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حماس تحت قطاع غزة الجيش الإسرائيلي كان قد أكد أكثر من مرة أن تدمير أنفاق حماس أولوية بالنسبة له فيما أوضح مظر مطلع على التخطيط العسكري الإسرائيلي أن الوحدات الإسرائيلية تحقق نجاحا على المستوى التكتيكي في تدمير الأنفاق كما تقول Financial Times والتي نقلت عن المصدر ذاته قوله أن طول شبكة أنفاق حماس يقدر بأكثر من 500 كيلو متر وأن العديد من فتحات الأنفاق تظهر في المباني المدنية على حد قوله ما يزيد من صعوبة تدميرها وضفت الصحيفة أن حماس كما يقول مسؤولون إسرائيليون بنت أنفاقا قادرة على مقاومة القنابل الموجهة بالليزر والتي يبلغ وزنها 5000 رطل وهي القنابل التي يرجح أن إسرائيل استخدمتها في هجوم عام 2021 وبحسب مسؤولين عسكري إسرائيلي تحوي أنفاق حماس مستويات عدة فمنها الدفاعي العلوي الذي يحوي أفخاخا وأبوابا مقاومة للانفجار ومنها الهجومي الذي يكون أعمق وأوسع ويحتوي على أماكن للمعيشة ومخازن للسلاح وبحسب الصحيفة تلجأ إسرائيل إلى تكتيكات مختلفة لتدمير أنفاق حماس منها إلقاء القنابل الدخانية في مدخل النفق أو استخدام المتفجرات السائلة التي تملأ مساحة النفق ثم تنفجر سبل أخرى قد تلجأ لها إسرائيل تشمل أسلحة الحرارية المثيرة للجدل والتي تولد انفجارا عالي الحرارة أو حتى يمكن ضخ مياه البحر تحت ضغط مرتفع وهو ما بدأت إسرائيل بفعله دائما وفق الصحيفة اشتركوا في القناة